واضح إن إثيوبيا ما بتتعلمش من أخطأها وكل اللي يهمها إنها إزاي تستحوز على مياه نهر النيل ومش في بالها الأضرار اللي هطولها قبل ما طول مصر والسودان إيه اللي حذر منه خبراء المياه وإزاي إثيوبيا بتقرر غلطها في حق إجرانها وإيه المصير اللي ممكن يواجه النيل بسبب تعالية صد النهضة كل دو أكتر هنعرفه مع بعض في خمسة بالعربي الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجولوجيا بجامعة القاهرة حذر من انخفاض منسوب مياه النيل ونقص مخزون سد روسيرس في السودان عن السنة اللي فاتت وده كان نتيجة كمية المياه الأوليلة المتضفقة من سد النهضة في إثيوبيا قامت بزيادة فتحة البوابة الشرقية الدكتور شراقي أكد إنه برغم زيادة كمية المياه من فتحة البوابة الشرقية لسد النهضة لكن الكمية دي ممكن تكون مش كافية خلال الشهور اللي جاية خصوصا لغاية نهاية عملية الملء الرابع في أول شهر سبتمبر وقال شراقي عن أزمة سد النهضة وانخفاض منسوب النيل الأزرق إن إثيوبيا بتزود زيادة أوليلة من فتحة التصريف الشرقية وفي يوم 5 مايو اتكلموا عن انخفاض منسوب النيل بعد الخرطوم مع ظهور نقص واضح في مخزون سد روسيرس عن السنة اللي فاتت كان ده نتيجة لكمية المياه الأوليلة اللي بتخرج من بوابة التصريف الشرقية لسد النهضة اللي شزالة بنص طاقتها وده بمقدار حوالي 20 مليون متر مكعب كل يوم واستخوف معلن من تقرار مأساة سنة 2020 اللي حصل فيها نقص مياه النيل واللي بالتبعية اتسببت في خروج محطات مياه شرب سودانية عن الخدمة بسبب سد النهضة عن التوتر ده طالب شراقي بزيادة المنصرف او فتح البوابة الغربية علشان ما تتقررش مأساة سنة 2020 لما خرجت محطات مياه الشرب عن الخدمة في النيل الازرق لكذا اسبوع وده حصل وقت التخزين الاول لسد النهضة عن قلة المياه المتضفقة من فتحة السد وضح عباس شراقي ان اثيوبيا استجابت وزادت من فتحة البوابة الشرقية بس بمقدار قليل وده ظهر بشكل واضح من 9 مايو في زيادة كمية المياه اللي بتخرج زي النفورة ولكن مقدار المياه دي ممكن يكون مش كافية خلال الفترة اللي جاية خصوصا لغاية ما تنتهي اثيوبيا من التخزين الرابع في اول سبتمبر وتابع عباس شراقي وصف المخزون الحالي في سد النهضة وقال المخزون الحالي في سد النهضة حوالي 13 مليار متر مكعب وده بعد تفريغ حوالي 4 مليار متر مكعب خلال الشهور اللي فاتت من مخزون السنوات اللي فاتت في الوقت الحالي لسه الاعمال الخرصانية لتعليد جانبي السد والممر الاوسط مستمرة ومن المتوقع الوصول لمنسوب 620 متر للممر الاوسط وكمان مع ساعة تخزين بتصل لـ 18 مليار متر مكعب في الموسم الحالي اللي هيبدأ بامطار خفيفة الشهر اللي جاي علشان يوصل اجمال التخزين لحوالي 35 مليار متر مكعب في بداية سبتمبر اللي جاي شكرا على المشاهدة لا أعطي اجنب 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 اغلا الشيطان اجنب اشخاص اشخاص اخذ wrap اج Ny vendred اجنب 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 ا�ب اجنب